مش جديد مش مش تحدث موجود طيب وبعد كده هنلعب الادوار القصية دي فانت عندك فرصة لما تقول انا اكسبت اكس من الفرق يبقى انا اكسبته لان انا لعبته 3 ا4 مطشات او 5 مطشات بعد كده يبقى فيه بستوف 5 بس ايا كان انت الاجدر لما تكسب 2 من 3 يبقى انت الاجدر مش مباراة زي مباراة الكاس فاذا اللي هياخد الدولي السنة دي لازم هيبقى فرقة محترمة وعندها سكواد كويس طيب وضع فرقة ايه انا بديكم شكل عام عن الدولي وبعد كده بتكلم عن وضع الفرقة وضع الفرقة اخباره ايه وضع الفرقة الحمد لله احنا كويسين جدا اصابتنا قليلة عندنا عبه بس هو اللي عنده رشح في الرجبة وبيرجع شفنا سعودي المباراة اللي فاتت رجع شفنا كان عندنا عادل مصاب ورجع فاذا ما عندناش غير لعب واحد دلوقتي شفنا معاود ورجع شفنا قضب قضب كان اول مباراة ايه للمباراة اللي فاتت فالفرقة بشكل عام جيدة وحالتنا الحمد لله كويسة ربنا بس يكفينا شر الكورونا اللي ماشي يا كده في كل الفرق بالطيح يعني بوب بتلاقي العيب ولا اتنين وقعوا منك فهو ده الخوف الكبرنامج كأصابات معندناش غير عيب ورشح في الرجبة وبيعمل تقوياته وبياخد الادوية بقى اللي بتتاخد عشان ازالة الرشح وان شاء الله اتصور انه في المباراة اللي جاينا اللي هتيجي السنة دي في رضا عام من جمهور النادي الاهلي عن كرة السلم يمكن كنا دايما دايما نقرب في الصفحات ومع جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا دايما بيبقى في حالة من عدم الرضا كده عن فرق الباسكت ولكن السنة دي الحمد لله في حالة من الرضا حالة الرضا دي جات من اين اقول لكم جات من اولا جات من انضباط من النتائج طبعا النتائج اول حاجة بعد كده الانضباط بعد كده الفرقة بقليها شكل وقوام وبقليها سكواد وبقى معروف مين مكان مين ومين خرج مين بالرغم من الفرقة خدت خبطات يعني الفرقة تعرضت لصدمات بعد البطولة العربية أو بطولة المرتبط صدمات من العيار الصحية غياب اتنين فجأة مروان سرحان واحمد حمدي في مركز اربعة فطبعا انت اصلا في المركز ده بتعاني والاتنين دول صفقتين جايين في سنتين وارا بعد عشان تدعم المركز ده يقوم المركز ده يفضل بدأت تلعب بالعيبة من المركز تاني في المركز ده عمل لك مشكلة في مبارات مبارات التأمين خسرتها وعمل لك مشكلة في مبارات الاتحاد عندنا في الملعب وبرده خسرتها لو تاخدوا بالكو المباراتين دول كان قبل تدعمات اللي جات اضطروا بيستر أجوستي بوش يعمل ايه يرجع العدوي يوسف مسبوسة يوسف المعداوي انا اسف يوسف المعداوي اعذروني انا انا بتكلم عن ستي فرقة بالعبتة فأسقط مني اسم كده اعذروني يوسف المعداوي كانت طلع عارف طنطة جرجعناه ودينا مكانه سيف صلاح هون على فكرة سيف كمان في طنطة بس احنا رجعناه ودينا ده مكانه عشان نفضي مكان واتعقدنا مع احمد اسماعيل القادم من الدوري السعودي وبقى كده في مركز اربعة ميزة احمد اسماعيل انه بلعب في مركزين خمسة واربعة يعني احمد اسماعيل ما شاء الله عليه خمسة واربعة وما شاء الله عليه لعب مباراتين وجاله كورونا فيعني يعني بقول لكم دايما كورونا دي يعني لعب مباراتين كوسين جدا منهم مباراتي الزمالك في الزمالك لعبة حلو جدا وادى وعمل عليه فأحمد اسماعيل صفقة مشدوجة انه بلعب اربعة يعني ممكن تحطه جنب عمر طارق بيبقى صعب الشوء بس ماشي فترات وممكن تحطه جنب مثلا سيف سمير ايوة ممكن تحطه يعني في الملعب خفيف وممكن تحطه تقيل فأحمد اسماعيل كان صفقتين جمب بقول لكم الخبطات اللي تعرضنا ليه طبعا اصابات في واسل وانت ماشي بقى قول يعني حدس ولا حرق عمر الجند شوية على عمر طارق شوية على تومسون جاله كورونا برضو فالفرقة بتاخد صدمات انا بتهيق لي مفيش فرقة في الدوري خدت الصدمات دي في الدوري السوبر زيها ومع ذلك متصدر الترتيب طيب وحالة الردة دي جات من اين جات من 3 بطولات اللي احنا خدناهم كان فيه 3 بطولات احنا دخلناهم خدناهم بطولة القاهرة من غير الدوليين وقدرنا ننفوز فيها ودخلنا بعد كده على بطولة عربية وكسبنا نادي الاتحاد في قبل النهائي نروح بعد كده وكويت كويت في القويت في الفاينال ورحنا بعد كده على دوري المرتبط وكسبناه الحمد لله في احنا السوبر والسوبر بعد كل الصدمات دي احنا متصدرين الجدول بس عندنا مباراة جاية هتكلمكم عنها في الأخبار مباراة جاية مهمة كده خلصنا الرجال يد وطايرة وسالة هنخش على السيدات اليد برضو لعبه كان مجموعتين كل مجموعة عشر فرق لعبنا رايح جاي طبعا ده بالسيدات كرت يد سيدات واتاخد أول ثلاثة من كل مجموعة بقنا ستة الدور الأول خلص الدراحة حلوة محترمة كده والراحة لسه مكملة معنا شوي يعني الراحة ليه بقى لان فيه منتخب ناشئات هلعب في الفترة دي 2002 و2004 عندهم بتوط أفريقيا وده اتجاه حلو بدأنا هو نسمع تاني ان الناشئات بيشاركوا في أفريقيا يعني بدأ اللجنة دي بدأت تدخل لان انا حقيقة كنا دايما بالناديب ده انا باستغرب عندنا فريق قوي جدا رجال سيدات مش عندنا فريق عندنا زيرو مفيش مفيش فريق يعني رجال ربع عالم سيدات مفيش طب ازاي فقا هو كده فاللجنة اللي جات بدأت تفكر وبدأت تشتغل وبدأت تدخل واحدة واحدة بتعمل هاي 2002 و2004 يلعبوا أفريقيا هيبقى زي نوال المنتخب الكبير هياخد احسن مجموعة من دي هيعمل منتخب كبير ويجيب اللعبة او اللعبات الخبرة ونعمل قوام لمنتخب مصر ونتوكل على الله ونشتغل فيه امكانيات فيه امكانيات دعم هتاخد دعمك التحاد قوي بيقدر يخش بيجيب موارد عنده طب ليه ما يبقاش عندنا فريق سيدات وده اللي حصل هنبتدي في مارس وقال لكم بالتفصيل الدور اللي بعد كده ومع مين والفرق ايه بس انا بديكم كده برضو اوبر فيو احنا الغد دلوقتي هنتمرن الفرقة كلها هتتمرن كابتني حيوسف بيمرم فتنس وتمارين في الملعب واحدة واحدة عشان ايه يخش على الدور التاني احنا قلنا هنبقى ثلاث دوار الدور الاول خلاص خلص الدور التاني اللي احنا فيه ست فرق وبعد كده هطلع اربع فرق من الستة نفس الرجال هيلعبوا دورتين مجمعتين او رايح جاي عشان يحددوا البطر احنا دلوقتي البنات متأخرين شوية غير الولاد عشان فيه بطولات ناشئات اه اه افريقيا هنروح لفريق الطائرة سيدات الطائرة سيدات حدس ولا حرج منحط 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 منحطم الارقام ماشيين كويس جدا اه اه يعني مباريات وراء بعض اه عدين هيمكن التمانين فوز دلوقتي او الاربعة وتمانين فوز مرحين على المية فوز متواصل الحمد لله بالشكل العام كده بإذنك يا رب احنا يعني فرقين كتير جدا على قرب منافس لنا لو الصيد او الشمس احنا فرقين كتير يعني الحمد لله عندنا سكواد كويس وعندنا فرقة كويس الاختبار الحقيقي الفرقة دي ممكن يكون في افريقيا وبطولة عربية انما في الدوري ان شاء الله بإذنك يا رب محسوم وكابتر الحمد الصافي ما بلعبش على كده بالعكس هو عامل سكواد محترم جدا بيتمرانه رافع الحمل التدريبي في الدوري اتصور كسبنا الصيد ما فيش مشكلة الشمس ما فيش مشكلة ما فيش غير فرقة واحدة اخدت مننا شوط واحد وهي الصيد فقط انما غير كله كله بعد كده تلات صف ففريق الطائرة دايما دايما ان شاء الله في المقدمة مريحنا ومهد عصابنا خالص هنروح على كرة السلة سيدات الدور الاول خلص زي ما قلت لحضراتكم في الادوار الترتبية طيب ايه الوضع الاول بتشارك فيه تلات فرقة احنا الاهلي وهليوبلس وسبورتين زي ما نتشارك كل فرقة كسبنا التانية يعني هليوبلس كسب سبورتينج سبورتينج كسبنا وحنا كسبنا هليوبلس التلات فرقة كسبانين بعض فكله زي بعض فيه توقف وهنرجع تاني على الدور هبتدي يستقنف طيب احنا الوضع يمتع في الاخبار اقول لكم كل حاج بس يمتع والموعيد مع الاخبار يعني انما هنستقنف بقى بعد كده مهم جدا نخش اول او تاني عشان ما نصطدمش ببعض في قبل النهائي عشان ما يبقاش نهائي مبكر لو الفريق البطل او الفرقة الجامدة خد التالت او رابع يبقى كده كده هلتوشب بعض في قبل النهائي فما نتمناش ده نتمنى ان احنا نوصل ان شاء الله احنا وسبورتينج ده لان وضع الطبيعي سوء اليوبس جامد طبعا مفيش شك بس هو اقوى فرقتنا على الساحة دلوقتي هما الاهل وسبورتينج في كرة السلة سيدات ده من الاخر كده اوفر فيو عن الست فرق اعذروني لو نسيت حاجة على قد ما بقدر يعني بحاول اجمع لحضراتكم خليني اطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع عشان نطمن برضو على مصر وكده بوار وكمان عشان نرجع لحضراتكم نستاني في الاخبار ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة